أزمات سياسية وأمنية وصراعات على المكاسب في العراق في ظل نظام سياسي خلافوا الاحتلال تسلط على رقاب المواطنين وسرق أموالهم بوسائل متعددة من بينها محطات مجالس المحافظات وماحدثتهم من ترسيخ لنظام طائفي ومحاصصة حزبية المحافظات العراقية شهدت خلال هذه الأيام إجراءات أمنية مشددة في محيط المباني الحكومية وأغلاقا للشوارع بسبب التوترات مع عقادي جلسات مجالس المحافظات لاختيار المحافظين ونوابهم وسط صراع حزبية بلغ شده لما تمثله هذه المجالس من منافذ لتحقيق الأموال عبر الفساد والرشوة والسريقات القوى البارزة في الإطار التنسيقي الحاكم في البلاد وخلال هذه المدة سعت إلى فرض إرادتها على توزيع المناصب في مجالس المحافظات وشددت على عدم التجديد لأي محافظة سابق إلا بموافقتها عليه لتضغى بذلك المحاصصة الطائفية والحزبية على آلية الانتخاب والأسماء التي تصدرت تلك المحافظات ناشطون أكدوا من جانبهم أن تصدر بعض الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد لمجالس المحافظات إشارة سلبية على التكريس المحسوبية والمال السياسي كمنطلق للوصول للمناصب حتى لو كان ذلك عبر لجوء إلى الميليشيات التي تعد الدراع المسلح للأحزاب لما تتمتع به مجالس المحافظات بصلاحيات واسعة على رأسها وضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم عبر موازنات مخصصة لها في الموازنات العامة متابعون الإشارة العراقية شاروا إلى أن مجالس المحافظات تحولت إلى بؤر إضافية للفساد ونهب المال العام والأسيما أن ميزانيات مهمة ترصد لتنمية المناطق دون أن يلمس لها أثر في تحسين البنى التحتية والارتقاب بمسا والخدمات المقدمة للسكان والتي تتراوح بين التردي في بعض المناطق والانعدام التام في مناطق أخرى ما حدث ويحدث من صراع سياسي وحزبي على مجالس المحافظات يؤكد بي وضوح أن آلية اختيار أسماء المحافظين لم تختلف عن طريقة اختيار الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 وحتى الآن وفقا لنظام المحاسسة الطائفية والحزبية